أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعات نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وإسهامها بدور فاعل في حفظ الأمن والاستقرار وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وأشار سموه حفظه الله خلال لقائه بقصر الرفاع اليوم وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد مايكل مكول إلى أن مملكة البحرين تؤكد دائما على أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب مشيدا سموه بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز فرص السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها نحو آفاق أوسع بما يحقق الاستقرار في المنطقة مضيفا سموه أن مملكة البحرين تدعم كل الجهود الرامية نحو تحقيق الأمن في المنطقة وفي دول العالم وأن المملكة حريصة كل الحرص على مواصلة جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لكل ما من جانه المساس بالأمن وزعزعة الاستقرار تبع المقلة ت Habري alguma كائناة tactical تعمار لحظة الرئيس 90 rejected اشفية الدولا